ده جانب ومرة أخرى يا جماعة مرة أخرى لما تلعب أو يجينا شرف مقابلة أفضل فريق في العالم ريال مدريد إحنا كلنا نفرح لما فريق مصري يلعب ريال مدريد في بطولة رسمية كلنا نفرح دي ما فياش بقى المنوشات بتاعة أهلي وزمالك وإسماعيلي ما فياش فريق مصري يا جماعة بيلعب قدام ريال مدريد أنا شفت بصراحة وما تستغربش كلمتينة ريال مدريد وهلهم لك بالمنطق يعني شفت أصدقاء زمالكوية عقليين ومعتدلين معتدلين مش بقول إنه هم يا ده يا فرحتنا وهنانا الأهلي بيلعب ريال مدريد يا ساعدتنا وهنشجع الأهلي هو فيه طبعا طبعا أنا متأكد إنه فيه كثير من جمهيل الزمالك هتشجع النادي الأهلي في هذه المواجهة اللي هم فرحانين إنه بيمس المصطب المجموعة اللي هي بتحب فرقيتها أولا بتحبش غير فرقيتها زي أي حتة في العالم هم مزعلنين مزعلنين الأهلي هيواجه ريال مدريد بس هورده مش فرحانين عندهم اللي حسل هو بتاع إيه طم أنا كنت لعب أنا ريال مدريد ولو الأهلي مش موجود في البطولة أو الزمالك اللي موجود في البطولة فجميل النادي الأهلي هتقول طم أنا اللي كنت لعبت ريال مدريد بلاش جماهير الإسماعيلي يا سلام لو فرقيت اللي بتلعب ريال مدريد جماهير مصري يا سلام لو أحلام مشروعة ومنطقية إحنا بقى كجماهير مصرية كلنا عندنا فريق مصري بيلعب قدام ريال مدريد في بطولة رسمية نفرح وننبسط بقى لحد يومنا أربع كده وإن شاء الله بإذن الله ربنا يكتب التوفيق للنادي يا أهلي مش بعيد ومش مستحيل إن شاء الله يحصل بكل بساطة وهدوء خلوها ننبسط بقى شوية بالكورة خلوها نفرح شوية خلوها نفرح لبلدنا وكورة بلدنا ورياضة بلدنا إن عندنا ممثل هو النادي الأهلي بيلعب وبطولة كبيرة زي كاس العام الأندية وهيواجه ريال مدريد أفضل فريق في العالم على مر التاريخ حلوة حلوة وتدعو للفخر لينا جميعا ركز لينا جميعا كلنا نفخر بدا كلنا نفخر بدا